موسيقى بصبح على حضرتكم مرة تانية مشاهدين ومتابعين الكرام لسا مكملين معاكم فقراتنا وحواراتنا المتنوعة في هذا الصباح مفيش شك مشاهدين انه الدولة بتهتم بكل القطاعات لكن تحديدا هتكلم عن قطاع الزراعة ومدى اهتمام الدولة بهذا القطاع تحديدا الدولة قولت اهتمام وقولت يعني ربما دعم كبير جدا لقطاع الزراعة من دعم المزارعين دعم الفلاح تحديدا الموضوع اللي بنتكلم فيه فكرة البذور والتقاوي الخاصة بوزارة الزراعة واللي الدولة الحقيقة بتهتم بيها علشان نقلل الاستيراد من الخارج كمان علشان نتفيد بمحاصيل عالية الجودة من ناحية انها تتحمل اكثر درجة الحرارة تتحمل التغيرات المناخية اللي ممكن تكون موجودة كمان تقلل في استغلالها او استنفاذها للمياه وده شيء مهم جدا اننا نعتمد على محاصيل ما بتكونش بتستغل مياه كبيرة جدا طبعا من هنا جت جهود الدولة المتواصلة للاهتمام بالبذور والتقاوي وطبعا في هذا الشأن طبعا وزارة الزراعة اهتمت بالتوازي بالمحافظة على الامن الغذائي المحافظة على المحاصيل الاستراتيجية واحنا داخلين على فصل الشتاء المحافظة ايضا على المحاصيل الشتوية ومزيد من البذور الشتوية هنتكلم عن الموضوع دم عظيفي الكريم دكتور أمجد ريحان مدير عام شؤون فحص التقاوي بوزارة الزراعة صباح الخير دكتور أمجد صباح الخير يا فانتم اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اسمح لي مع حضرتك ومع مشاهدين الكرام نخرج لمتابعة هذا التقرير اللي فيه مزيد من التفاصيل ونرجع لحضرتكم مرة تن بهدف تحقيق الامن الغذائية تعمل وزارة الزراعة لاستنباط سلالات بذور وتقاوي جديدة من أجل زيادة الانتاجية من المحاصيل وخاصة الاستراتيجية وارتباطا بذلك بدأت وزارة الزراعة توزيع تقاوي القمح والفول وكفة المحاصيل الشتوية بمنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية وعددها 278 منفدا بالتقاوي المعتمدة المنتقات عالية الجودة والانتاجية وقد جاءت عملية توزيع التقاوي الجديدة تبقى للخريطة الصنفية وكذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي ويأتي ذلك تنفيذا لتوجهات وزير الزراعة بضرورة توفير تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتوزيعها مبكرا على المزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كاف وقد أكدت وزارة الزراعة أن التقاوي المعتمدة تكون بأسعار أقل من أسعار السوق مناشدة المزارعين بالحرص على شراء هذه التقاوي لتحقيق أعلى انتاجية وفي إطار حرص الدولة لدعم المزارعين وافق مجلس الوزراء على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح بحيث يكون سعر الأردب ألف جنيه للموسم المقبل وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمزارعين وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده ويأتي المشروع القومي للبذور في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعية ورفع الكفاءة الانتاجية للمحاصيل الزراعية وكذلك يهدف المشروع إلى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات واصطنباط سللات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج وتقلل كذلك من تكلفة الاستراد وفي خطوة مهمة نجحت وزارة الزراعة في إنتاج نحو 30 صنفا من تقاوي الخضروات محليا بدلا من استيرادها وهو الأمر الذي يعود بالطبع بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى قطاع الزراعة بشكل خاص زي ما تابعنا مع حضراتكم في التقرير الحقيقة مجلس الوزراء اعتمد استعر الاسترشادي للقمح كمان زي ما تابعنا في حوالي 30 صنف جديد من الخضروات هيتم اعتمدهم طبعا دي كلها خطوات همة جدا ومؤثرة على أرض الواقع اسمحولي أرحب بديفي مرة تانية دكتور أمجد ريحان مدير عام شؤون فحص التقاوي بوزارة الزراعة أرحب بحضرتك يا دكتور مرة تانية أهلا بحضرتك يعني خلينا في البداية نفهم المشاهد اللي بيتابعنا دلوقتي أهمية أن الدولة تنطقي بزور وتقاوي قبل موسم المحاصيل الشتوية إحنا داخلين على فصل الشتاء محتاجين يكون فيه استعداد كافي المحاصيل تنموا بشكل يحقق انتاجية أفضل وكفاءة أفضل تمام هو أولا بداية أنا لازم أوجه الشكر للوزارة الزراعة لقطاع الإرشاد الزراعي إنه هو بدأ يهتم وبطبعا بالقطاع الإعلامي تمام إنه هو بيهتم اهتمام شديد جدا بعملية توعية شديدة لجميع المزارعين حاليا والقطاع الزراعي محتاج الإرشاد الزراعي في الموضوع ده لأنه هو محتاج أن يوضح للناس أهمية المنتج الأساسي في إنتاج التقاوي أو المنتج الأساسي لإنتاج المحاصيل الزراعي التقاوي هي العنصر الأساسي والعنصر الرئيسي من أهم مستلزمات إنتاج الزراعي في مصر الاتجاه السياسي بتوجيهات مع الرئيس الجمهورية إنه لابد من توفير تقاوي جيدة وصالحة ذات مواصفات جودة عالمية ده بيؤدي إلى زيادة الانتاجية الرأسية في الانتاجية من وحدة المساحة بمعنى إنه لابد من الحصول على انتاجية عالية من وحدة المساحة للفدن السياسة الصنفية والتقاوي المعتمدة وكل الجهات المنتجة والمتخصصة في انتاج التقاوي سواء كانت جهات بحسية أو جهات انتاجية بتعمل على توفير الأمن الغذائي للمساحات المطلوب زراعاتها لتوفير الانتاج المحلي وزارة الزراعة بتصدر حاليا وأصدرت فعلا تعليمات بتوزيع تقاوي المعتمدة في جميع منافذ الوزارة زي ما حضرتكم ظهر في التقرير اللي قدامنا إن التقاوي المعتمدة والكميات المنتجة حاليا بتعمل على زيادة توعية المزارع لاستخدام هذه التقاوي إحنا بصفتنا كإدارة مركزية للفحص واعتماد التقاوي هي جهة الوحيدة المصرح لها بالرقابة على انتاج التقاوي كمسلزم رئيسي من مستلزمات الانتاج في مصر المراحل الكتير اللي بتحصل على التقاوي للحصول على تقاوي عليها الجودة بتبدأ من كيفية تسجيل واستنباط الأصناف داخل المعاهد البحثية المتقصصة يعني هاخد من كلام حضرتك في الجزئية دي يعني في 30 صنف من الخضروات هيتم استنباط التقاوي ليه بجودة عالية وكمان قبل موسم الزراع بوقت كافي إلى أي مدى الخطوة دي ممكن تكون مهمة جدا للمزارع وأيضا للمستهلك هو حضرتك طبعا ده صحيح وده تمام وإحنا بنشكر فعلا جهود المعاهد البحثية المتقصصة في انتاج التقاوي مبادرة رئيس الجمهورية لانطلاق المشروع الوطني لانتاج بزور التقاوي الخضر وخاصة بزور التقاوي الخضر في مصر دي مبادرة رئيسية ومهمة جدا ومتابعة معالي وزير الزراعة للموضوع ده ده بيؤدي تماما إلى أن أنا أقل للفجوة الاستراضية من تقاوي الخضر اللي بتوصل نسبة انتاجنا فيها لنسبة بسيطة بتؤلل من احتياجاتنا للإستراض أو الاستراض من الخارج من التقاوي المعتمد دي بتزيد من جودة التقاوي المنتجة في مصر بتزيد من مساعة التغطية للمساحات المطلوب زراعتها خاصة أننا من المساحات الكبيرة جدا اللي بنحتاج كميات كتيرة جدا من الخضر علشان نغطي الاستهلاك المحلي فبالتالي لابد من توافر تقاوي زاد جودة عالية تنافس التقاوي المستوردة من الخارج التقاوي المستوردة من الخارج زاد صفات جودة عالية ولكن أسعارها عالية علشان كده ظهرت مبادرة معالي رئيس الجمهورية ومبادرة وزارة الزراعة في إطلاق مشروع الانتاج الوطني لإنتاج بخضر ده بيغطي احتياجات وهي إن شاء الله زي ما حضرتك قلتي إن في أصناف 30 صنف إن شاء الله الأصناف دي فعلا في طريقها للتسجيل وفي أصناف تم تسجيلها بالفعل لإطلاقها وفي أصناف تم فعلا إنتاجها لتوزيحها للمزارعين وإن شاء الله قطوات حسيسة وقريبة إن شاء الله نقدر نغطي ونقلل الفجول العالية جدا من الانتاجات طب يا دكتور أمجد يعني ما فيه شك إننا عندنا دلوقتي يعني صاب قوة طفرة بيشهدها عالم التقاوي في مصر طبعا ده بعد استنباط سلالات جديدة زي ما حضرتك ذكرت السلالات دي قادرة إنها تقاوم ارتفاع درجة الحرارة قادرة إنها توفر في استهلاك المياه ملامح هذه الاستراتيجية اللي اتبعتها الدولة علشان نحقق وفرة إنتاجية أكبر هو حضرتك لازم نكون متفقين اتفاق أساسي إن لا يتم إطلاق أي صنف إلا قبل تأكيد مؤمته لجميع الظروف المناخية والبيئية إحنا زي ما حضرتك شايفة وزي ما حضرتك متابعة التغيرات المناخية العالية جدا الموجودة في العالم كله ده بيؤثر على إنتاجية المحصيل بيؤدي إلى اختلاف مواعيد الزراعة اللي معتاد عليها الفلاح وبالتالي لازم إن الفلاح بدور الإرشادي المهم للقطاع الإرشاد إنه هو لازم يوعي الفلاح على إمكانية الزراعة في المواعيد المحددة المعاملات الخاصة بالميا المعاملات الخاصة بالتسميد كل الحاجات دي محتاجة وعي إرشادي عام وملم لجميع المزارعين اللي يقدروا عن طريق هذه الإرشادات إنه هما يوصلوا لأعلى إنتاجية رجم تغير الظروف المناخية طيب هي وزارة الزراعة كمان طرحت أنواع من التقاوي بسعر أقل من سعر السوق إزاي الفلاح يقدر يحصل على النوعيات دي؟ حضرتك بوزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تم إنتاج واعتماد تقريبا ما لا يقل عن 150 ألف طن تقاوي أمح السنة دي للموسم الشتوي تم إعداد تقريبا 60% أو 70% من الكميات حاليا وتم توزيحها على جميع المنافذ زيما حضرتك أشارتي في التقرير إن تم توزيح جميع الكميات بجميع الأصناف مع اتباع السياسة الصنفية والسياسة الصنفية الموضوع من قبل معاهد المختصة دي إحنا من واجبنا أن نرشد الفلاح والمزارع المصري نرجو من سيادتك أن أنت تهتم تماما بموضوع السياسة الصنفية لأن السياسة الصنفية بتعمل على توفير الأصناف المناسبة في الأماكن المناسبة لازم أخطار الصنف الملائم للمنطقة المطلوب زراعيتها حسب السياسة الصنفية حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاجية إحنا عندنا نتيجة التغيرات المناخية أدى إلى وجود بعض الأصناف التي يمكن أن تتعرض لبعض الإصابات في بعض الأماكن ذات المناخ المختلفة زي ما شفنا كده يا دكتور السنة اللي فاتت واللي حصل لمحصول المنجة بسبب ارتفاع درجات الحرارة فإحنا طبعا خلينا نذكر الموضوع ده ونقول النجود الدولة السنة دي في استنباط محاصيل جديدة قادرة أنها تكون بكفاءة عالية وكفاءة إنتاجية عالية إن إحنا فعلا نتفادل مشاكل دي ده صحيح وده فعلا المعاهد المختصة حاليا بتقوم بدراسة جميع الأصناف قبل تداولها في السوق بمراحل كافية بتعمل على دراسة السوق وتعرضه لجميع الظروف سواء كانت مرضية أو سواء كانت مناخية تؤثر عليه وبالتالي الحصول على السلالات العالية قبل تسجيلها وإطلاقها للتأكيد على إن الصنف والسلالة المطلوب زراعتها في هذه المنطقة هي المنطقة الملائمة لزراعة هذا الصنف والتوجهات معالي الوزير وتوجهات القيادة السياسية بالكامل إنه لازم نرفع التوسع الأفقي وده واضح جدا ورغم أنه لازم ياخد وقت حسيسا لحد ما نوصل له التوسع الأفقي محتاج أن نزود المساحة وده الاتجاه العام للدولة أن نحن نزود الاتجاه الرأسي والاتجاه الأفقي الاتجاه الأفقي بزيادة المساحات عن طريق استزراع المساحات الجديدة وإن شاء الله يعني الحمد لله إحنا بندخل في مشروع المليون ونصف فدان وإن شاء الله نكمله حسيسا وبسرعة علشان نقدر نواكب ونغطي مننا الغذاء بالإضافة إلى أن أنا عايز أعمل توسع رأسي في وحدة المساحة بمعنى رفع إنتاجية الفدان من المنتج في عندي أصناف كانت بالنسبة للمحصول الأمحة وهو المحصول الاستراتيجي الأول في مصر الاهتمام الكامل من الوزارة به علشان يقدر يغطي احتاجات الشعب من الأمح يمكن دا كان هيكون سؤالي لحضرتك يا دكتور في جزئية الأمح تحديدا حبا يعني إحنا شفنا أن مجلس الوزارة وافق على السعر الاسترشادي للأمح وشفنا أن سعر الأردب ألف جنيه الموسمبة إزاي نشجع الفلاح أن يزرع الأمح ويبقى فيه طرق مختلفة واختيارات مختلفة قدامه والدولة تشجع على زراعة محصول القمح لأنه المحصول دا محصول من المحاصيل الاستراتيجية المهمة جدا تمام إحنا بالنسبة للمساحات المنزرعة على مستوى القطاع الزراعي في مصر كان تقريبا الناتج المحلي أو الناتج الزراعي في مصر كان لمساحة 3 و 2 من 10 مليون فدان 3 و 2 من 10 مليون فدان إحنا بنحاول نزودهم ومع إمكانية التوازي ما بين المساحات الأخرى المنزرعة بالأصناف الأخرى لذلك الاحتياج لأننا ما أقدرش أغير أو ما أقدرش أدخل المحاصيل في بعض لأننا فيه عندي احتياجات أخرى من محاصيل أخرى زي محاصيل العلب زي محاصيل بنجر السكر المحاصيل دي كلها بتزرع بالتوازي مع بعض في موسم واحد وبالتالي أنا اللي همني أن أنا أقدر أوسع توسع أفقي علشان أقدر أزود المساحة وكذلك لازم أعمل توسع رأسي زي ما قلت لحضرتك بالإضافة إلى أن أنا كوزارة الزراع وكرئاسة الوزراء لرئيس الوزراء لما حدد السعر الاسترشادي ألف جنيل للطن ألف جنيل الأردب ألف جنيل الأردب هو سعر استرشادي كويس جدا مقارنة بالعمل السرق بالإضافة لأنه هيشجع الفلاح أنه هو يقدر يورد كميات أنا فعليا أنتجنا الناتج المحلي المصري فعليا أنتجنا من الأمح حوالي 9 و 2 من 10 مليون طن المورد للصوامع الحكومية والمورد للصوامع والمورد للتموين تقريبا حوالي 4 و 3 من 10 تقريبا مليون طن ده موجود في السرق المحلي ده بيغطي استهلاكي كـ 50% ومن هنا طبعا بنوجه نصيحة بالتأكيد للمزارعين والفلاحين بأنهم يختاروا أجود أنواع البذور علشان نحقق كفاءة انتاجية عالية أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أمجد ريحان وأنت مدير عام شؤون فحص التقاوي بوزارة الزراعة شكرا جزيلا لك يا فندم أيضا مشاهدين الكرام شكر موصول لحضراتكم غدا بإذن الله فريق عمل جديد من هذا الصباح إلى اللقاء